موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدنا الكرامين ما كنتم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم إلى جولة جديدة من السودان هذا المسام من قناة الشروق نستهله بأبرز العناوين مجان اعداد مصفوفة اتفاق السلام للجبا تناقش مصفوفة القضايا السياسية للمنطقتين مصر تعلن استعدادها لتقديم الدعم للسودان لتجاوز كارثة الفيضانات والسيول اللجنة العليا تؤكد اكتمال الاستعدادات لبدء امتحانات الشهادة السودانية في موعدها موسيقى مرحبا بكم في التفاصيل واصلت لجانو اعداد مصفوفة اتفاق السلام بين الاطراف السودانية في العاصمة جبا اليوم اعمالها حيث عقدت ثلاث اجتماعات لمناقشة مصفوفة القضايا السياسية للمنطقتين مصفوفة تنفيذ اتفاق سلام مسار الشمال كما ناقشت اللجنة الثالثة مصفوفة اتفاق سلام دارفور في ورقة العدالة الانتقالية وقال عضو فريق الوساطة ديوموتوك في تصريح صحفي ان اعمال اللجان تسير بصورة طيبة وان لجنة دارفور تناقش الان الورقة الخامسة واضافة في حال الانتهاء من اعمال اللجان سيتم مباشرة تحديد تاريخ التوقيع النهائي الليلة هي يوم الخامس بالنسبة للأعمال اللجان واللجان تصير بصورة طيبة جدا الان في الاجتماع بالنسبة للمنطقتين الورقة السياسية المصفوفة لورقة السياسية ومن المؤتمرين تنتهي اليوم هناك برضو لجنة اخر لمسار الشمال ومتواق برضو اللجنة تنتهي النهاردة في الامل المصفوفة اللجنة دارفور لسا مواصلة وصلت لورقة الخامس لورقة العدالة الانتقالية قال مجلس الوزراء الانتقالي الانتفاق الذي توصل اليه رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو مبدئي وحدد القضايا الرئيسية التي يجب وضعها على طاولة التفاوض على ان يمر الاتفاق على القنوات والأكيزة المعنية من الجانبين واكد بيان مجلس الوزراء ان الاتفاق نص على استيناف التفاوض تحت رعاية حكومة جنوب السودان واضح البيان ان حكومة السودان لا تنظر لقضية السلام كقضية سياسية فقط بل كقضية انسانية وحقوقية تفتح الباب واسعا امام عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم والعيش بامان واستقرار واتعهرت الحكومة بالبحث عن السلام بكل السبل الممكنة عاد الهدوء الى ولاية كسلا بعد ايام من اعمال العنف والتخريب التي طالت محلات عامة وتجارية وممتلكات خاصة او خاصة بالاهالي واختفت جميع مظاهر التفلتات الامنية حيث كانت قد شهدت من قبل ايام اشتباكات نتج عنها سقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات واكد مدير عام قوات الشرطة الفريق والشرطة عز الدين الشيخ حرص الحكومة على بسط هيبة الدولة والقضاء على كافة اشكال الخروج على القانون واضح انه تم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة ما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي وملاحقة كل ما يثبت تورطه في تأجيج الفتنة ونشر الكراهية والدعوة للعنف داخل البلاد او خارجها وقال مدير عام قوات الشرطة انه تم تنفيذ خطة تأمير الولاية من خلال عدة محاور انهينا مهمتنا في ولاية كسلة والان احنا في طريق العودة الى الخرطوم ووقفنا على كل النواحي الامنية والنواحي المجتمعية وتشاورنا كثيرا وتحدثنا كثيرا مع كل مكونات المجتمع والجانب الرسمي كذلك في لجنة امن الولاية وحكومة الولاية وغفنا على كل الامور قمنا بكثير من الزيارات وكثير من الفعاليات المجتمعية ونحن بنشكر كل اهل كسلة في توافقنا التام والتزامنا التام على المحافظة على النسيج الاجتماعي اعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت عن خالص التضامن مع حكومة السودان وشعبه جراء السيول والفيضارات التي اجتاحت البلاد وعدت لخسائر في الارواح والممتلكات واكد السيسي في تغريدة على حسابه في تويتر استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم للاشقاء السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع اثار الفيضانات ودع الرئيس المصري المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحة ويلهم الضحايا في السودان الشقيق الصبرى والسلوان وكان مجلس الامن والدفاع على نحالة الطوارئ في كل انحاء السودان لمدة ثلاثة اشهر كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة اثار السيول والفيضانات لخريف 2020 برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنسيق وتوظيف البوارد وتكامل الادوار المحلية والاقليمية والعالمية جاء ذلك خلال اجتماع المجلس واستعراضه لتقارير الخريف والفيضانات لهذا العام وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لنا الشيخ ان قرار المجلس جاء بعد استماعه للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقوفه على حجم الخسائر البشرية والاضرار المادية التي اسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان قرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية واعلان حالة الطوارئ في كافة ارجاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة اثار السيول والفيضانات لخريف 2020 برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الادوار المحلية والاقليمية والعالمية اشهد المجلس بكافة الجهود الرسمية والمجتمعية التي بذلت للتخفيف من اثار الخريف مع الدعوة للمزيد من التكاتف والتكافل والترابط بين مكونات الشعب حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الرئي والموارد المائية من ان محطة الخرطوم سجلت اليوم على منسوب حيث بلغ 17.62 متر متجاوزا اعلى قمة مسجلة 17.26 متر ب36 سنتمتر وسوف تستقر على المناسب العليا الحالية بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.34 متر والتي تفوق اعلى قمة مسجلة ب27 سنتمتر واشارت لجنة الفيضانات في بيانها اليوم إلى انخفاض ايرادات المياه الواردة إلى محطة الروسيرس بنحو 300 مليون متر مكعب يوميا بينما يتذبذب ايراد العطبراوي خلف خزان قشم الجربة من 170 إلى 300 مليون متر مكعب ودعت لجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم في منطقة السروراب توجه عشرات الاسر وضعا صعبا بعد ان غمرت مياه الفيضان عددا من الاحياء بالمنطقة الواقعة الشمالية مدرمان وناشد الاهالي الجهات الرسمية والمنظمات الطوعية لتدخل وارسال معينات ايواء ومواد لدرء مياه الفيضان التي ما تزال تشكل خطرا على العديد من المناطق في ظل ارتفاع مناسيب نهر النيل وفقد العديد من المزارعين من منطقة السروراب مزرعات من الخضروات وشهدت مناطق في الخرطوم والخرطوم بحري ارتفاعا غير مسبوق في مناسيب نهر النيل التي باتت تهدد العديد من المنازل بالخرطوم حررت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية 19 سودانيا وثلاثة جانب من قبضة عصابة الاتجار بالبشر وذلك بمنطقة المثلثة الحدودية كانوا في طريقهم إلى دولة ليبيا على متن سيارتين واكد قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية العقيد ركن انور عبدالله محمود في تصريح لوكارة السودان لنبا اكد ان هذا الانجاز تحقق بجهود ويقضة ومتابعة القوات المشتركة السودانية الليبية واشار رئيس شعبة استخبارات القوات المشتركة السودانية الليبية بالشمالية المقدم ملاد حسن محمد سرور ان العام الحالي شهد تزايد كبيرا في الهجرة غير الشرعية اكدت اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة السودانية اكتمال كافة الاستعدادات لتأمين عقد الامتحانات في موعدها لهذا العام المقرر لها الثالث عشر من سبتمبر الحالي كما اكدت انه تم اتخاذ كافة التدابير لازمة بالولايات المتأثرة بالخريف بتضافر كافة الجهة المختصة لإكمال بدء الامتحانات في الموعد المقرر على الرغم من تدني نسبة النجاح عن العام الذي سبق لان سلطات التعليم بولاية الجدارف بدت حفية بما احرزه تلاميذ شهادة مرحلة الاساس عطفا على الظروف المعقدة التي صاحبت العام الدراسي لتسجل الولاية نسبة نجاح تجاوز الستين بالمئة مع زيادة بلغت تسع بالمئة في اعداد التلاميذ الذين جلسوا للانتحان بزيادة نفي اعداد الجالسين بلغت التسع بالمئة وتدني في نسبة النجاح التي تجاوزت الستين بالمئة اعلن في انتظارف عن نتيجة شهادة مرحلة الاساس والتي كان فارسها محمد فيصل اولا على الجميع شكر من بعد الله تعالى لوسرتي واهلي معصار والخرطوم واريد ان اشكر مدرسة دار العلوم ومعلميها الذين لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة الا وضحوها وبيانوها واريد ان اشكر كل من ساهم في هذا النجاح بالدعاء او التحفيز او غير ذلك فرحة كبيرة عبرت عنها الاسر وهي تحصد ثمار جهدها فللنجاح فرحة لا تدانيها فرحة الحمد لله وما توفيضي الا بالله عليه توكلت وإليه نيب الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ان وفغ محمد ابني فهي نعمة عظيمة تستحق الشكر وتستحق السجود والحمد لله وعلى الرغم من تداني نسبة النجاح الا ان السلطات عازت ذلك للظروف التي صاحبت العام الدراسي واثرت على الجميع واشيد بزميلاتي وزملائي المعلمات والمعلمين في جميع مدارس الولاية وابارك لهم هذا العطاء وكلنا امل بمضاعفة الجهود وتجويد مخرجات العملية التعليمية ونحن تحيتنا للأسر رغم الإحن والمحن فلقد عبرنا هذه الامتحانات ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق في الأيام الغادمة ونحن شاكرين لكل الناس وبعد عام دراسي طويل صاحبته الكثير من الظروف والتغلبات ها هي الأسر تحصد قرسها نجاحا وتفوقا وأملا أخضرا بغد مزهر محمد الفاتح الشروق ولاة اليضارف نعى وزير الثقافة والعلام فيصل محمد صالح بروفيسور سير دوليب الذي غيبه الموت وغري الثرى بمقابر البكري بومدرمان عمل بروفيسور سير دوليب أستاذا بالجامعة السودانية كمعامل معلما من قبل بالمرحلة المتوسطة ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت وتخصصة في علم النفس أسس أول قسم لعلم النفس في جامعة الخرطوم وكان خلال السنوات الأخيرة رئيس شعبة علم النفس بجامعة الأحفاد وساهم في تشكيل خارطة الغناء السودانية بجميل الكلام وأترك الآثر الخالد بما تشكل به وجدان السودانيين ولد الراحل سير دوليب ونشأ في مدينة أمدرمان حياة ركابية ودرس مراحله التعليمية بها ثم المرحلة الثانوية بخور طاقت رحمه الله ورحمة واسكنه فسيح الجنان عرض المساء لإخباري متواصل من قناة الشرق وتتابعون في عقب الفاصل محفظة السلع الاستراتيجية تكشف عن تأمينها لوقود شهر سبتمبر بقيمة 160 مليون دولار موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مجددا إلى جولة في أخبار العالم نستهلها من إيران حيث عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أسفي لما أسمه تخلي حلفاء إيران عنها في وجه العقوبات الأمريكية وتدعيات فيروس كورونا وتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية بالتجرد من الإنسانية وهي تجدد العقوبات على طهران في مثل هذه الظروف وسجلت إيران أكثر من 380 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بجانب وفاة 22 ألف شخص الأمر الذي وضعها ضمن الدول الأكثر تضررا بجائحة كورونا في الشرق الأوسط وصل عمال الإنقاذ في لبنان البحث عن ناجين تحت ركام المباني التي خلف انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي ولم يستطع فريق مؤلف من خمسين شخصا من بينهم متطبعون من تشيلي من أن يتمكنوا من تحديد موقع أي شخص بعد أن رصدت أكهزة السشعار أنفاسا يعتقد أنها لأحياة تحت الركام وقال مسؤول الدفاع المدني أنهم سيواصلون عمليات البحث عن ناجين رغم مرور شهر على الانفجار وأضاف أنه من الصعب القول بإمكانية إنقاذ شخص بنسبة 100% وخلف الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الماضي 190 قتيلا وستة آلاف جريح أمر رئيس الأمريكي دونالد ترام الوكالات الفدرالية بوقف دورات تدريبية حساسة في التنوع العرقي واصفا إياها بالدعاية المثيرة للانقسام والمعادية لأمريكا وأتقول مذكرة تابعة للوكالات الفدرالية إنه نمى إلى علم ترام أن ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب مولت مثل هذه الدورات وأتضيف الوثيقة أن هذه الدورات تزيد فقط من الاستياء بين أفراد القوى العاملة وقال ترام في وقت سابق أنه لا يعتقد أن العنصرية المنهجية مشكلة موجودة في الولايات المتحدة وتأتي المذكرة بينما تزداد وطيرة احتجاجات العدالة الاجتماعية التي اكتاحت مدن أمريكية في الأشهر الأخيرة قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لروسيا بشأن حادث في سوريا أصيب فيها عدد من الجنود الأمريكيين عندما صدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم وقال أوبراين خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض تم إيصار الأمر إليهم روسيا بوضوح شديد وتم ذلك على المستوى المناسب اتفقت الصين والهند على تخفيف حدة التوتر على الحدود المتنازع عليها بين الدولتين وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الهندية أن البلدين اتفقتا على طي النزاعات على الحدود التي تمتد من منطقة غرب جبال الهاملايا وعقد وزير الدفاع الهندي راجات سينغ اتماعا مع نظير الصيني ويفانفي في موسكو على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتنمية وشهد شهر يونيو الماضي اشتباكات مسلحة بين الصين والهند التي أعلنت مقتل عشرين جنديا من قواتها في الوقت الذي لم تعلن فيه الصين عدد قتلها من الجنود في ذلك النزاع في أخبار الاقتصاد كشف المدير التنفيذي لمحفظة السلع الاستراتيجي عبداللطيف عثمان عن تأمين المحفظة لذاقود شهر سبتمبر بقيمة 160 مليون دولار وتوفير 85 مليون دولار بما يعادل 420 مليون دولار في العام وعبداللطيف عثمان في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي الثالث الغرفة القومية للمستوردين أسفه للهجوم الذي يطال المحفظة وأشار إلى أن محمد المحفظة الرئيسية تتمثل في حشد الموارد لاستيراد السلع الاستراتيجية عبر طرح العطاءات وقال إنه ومنذ 45 عاما لم يطرح عطاء بالبلاد الوقود وأعلن عن عطاء ناخل القمح سيطرح خلال الفترة المقبلة وكشف عثمان عن ترتبات جديدة لاستيراد الدواسة تعلنه خلال العيام القادمة أطلقت لجان المقاومة بالشمال كوردوفان مبادرة لغرس الشتور شجرة الهشاب بمناطق الولاية المختلفة في إطار حملة حنبنيه لتعمير حزام الصمغ العربي وترأس الوالي خالد مصطفى آدم اجتمعا مشتركا ضم مدير غابات الولاية واتحاد أصحاب العمل وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وأشهد الوالي بالحماس الكبير والعمل من أجل إنجاح المبادرة وعاد بدعم الحملة التي ستنطلق صباح الثلاثاء المقبل وأكد مندير غابات شمال كوردوفان محمدين الأمين محمدين جاهزية الغابات لإنتاج الشتور الخاصة بالحملة فيما أكدت قيادة الحرية والتغيير ولجان المقاومة جاهزيتهم للمشاركة في الحملة أعلنت ولاية النيل الأبيض نجاح في توفير حصص المركبات بالولاية من البنزين بالنسبة الثمانين بالمئة وعزت ذلك للضوابط الصارمة التي وضعتها لضبط وتوزيع الوقود وأكد مدير النقل العام والبترول بالولاية مجدي محمد مرغني استقرار موقف المواد البترولية في الولاية خاصة البنزين مشيرا لتحسن موقف الولاية من البنزين والجازولين نتيجة للضوابط الصارمة والرقبة مما كان له الأثر الفاعل في السيطرة على الطلب والاستهلاك بصورة واضحة لكن مجدي قال إن الولاية تعاني من نقص حاد في الغاز مبيناً على نسبة الغاز التي تصل الولاية تغطي نسبة 12% فقط من استهلاك الولاية في الأخبار الرياضية ينتظر أن تدفع لجنة المسابقات باتحادي كرة القدم السوداني بخيارات لمجلس الإدارة لاختيار الأفضل من أجل وضع حل لأزمة الموسم الكروي بالسودان ويواجه الاتحاد أزمة معقدة بعد إعلان الاتحاد الأفريقي كاف انطلاقة بطولة دور أبطال أفريقيا ومسابقة الكون فدرالية بعد 45 يوماً وتفيد المتابعات بأن اللجنة المنظمة طرحت خيار إنهاء الموسم واختيار الأندي الأربعة الأولى بحسب الترتيب لتمثيل السودان الأفريقيين بجانب تحديد الهابطين إلى الدرجة الأولى بحسب النقاط فيما سيكون الخيار الثاني معالجة الأزمة مع وزارة الشباب الرياضة وإكمال المنافسات قبل موعد بداية البطولات الأفريقية طلب المدير الفني لنادي الهلال العاصمي الفاتح النقر التعاقد مع محترفين على مستوى عال لقيادة الفريق في المنافسات الداخلية والإفريقية وفي اجتماع للقطاع الرياضي لنادي الهلال أمن الفاتح النقر على أغلب العناصر الموجودة حالياً بكشف الفريق لكنه أشار إلى الحاجة لبعض الإضافات في بعض الخانات من العناصر الوطنية وجه القطاع الرياضي بنادي الهلال الجهاز الفني بقيادة الفاتح النقر بإعداد تقرير حول احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة وتأتي خطوة اجتماع القطاع الرياضي مع الفاتح النقر في وقت يتأهب فيه الفريق للعودة من جديد إلى التدريبات قالت الأوساط الرياضية أن نادي الهلال العاصمي يسعى لضم اثنين من أبرز نجوم نادي المريخ العاصمي وقالت مصادر صحفية أن مجلس الهلال الجديد وضع لاعبي المريخ رمضان عجب ومحمد الرشيد ضمن خياراته في الانتدابات المقبلة وقالت المصادر أن الهلال أجرى اتصالا هاتفيا بكل من رمضان عجب ومحمد الرشيد لبحث إمكانية التعاقد معهما ولم يعلن اتحاد كرة القدم السوداني بعد عن موعد رسمي للانتدابات بعد توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي في الرياضة العالمية احتفت الصحافة الإسبانية ببقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة بعد أزمة حادة لعشرة أيام مع نديه لكن أشددت على رسالة مدمرة وجهها لإدارته ورئيسه وعنوانت صحيفة ماركا الأكثر المبيعا في إسبانيا ميسي يبقى إلى جانب صورة كبيرة لوجه أفضل لأفضل لاعب في العالم ست مرات ووضحت الصحيفة الرياضية بقي الأرجنتيني رغما عنه في أكبر أزمة لبرشلونة وبنفس النبرة عنوانت موندو دي بورتيفل الكتالونية ميسي يكسر الصمت ويعلن مواصلة المشوار واستخدمت سبورت عبارة سي كيدا سيبقى التي قال مدافع برشلونة جيرار بيكي عن زميله البرازيليني مار بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مشاهدنا ختاما لهذا العرض الإخباري نذكر بأبرز العناوين لجانو إعداد مصفوفة اتفاق السلام بالجبهة تناقش مصفوفة القضايا السياسية للمنطقتين مصر تعلن استعدادها للتقديم الدعم للسودان لتجاوز كارثة الفيضانات والسيول اللجلة العليا تؤكد اكتمال الاستعدادات لبدء امتحانات الشهادة السودانية في موعدها شكرا لمتابعتكم مشاهدنا كرامينما كنتم تكاملت اخبار وموضوعات عرض المسأل الاخباري قدمنا من قناة الشروق شكرا لمتابعتكم تحياتي وفريق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة